حزم الإصلاحات المتخذة من السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تصاعدت من وطيرتها إثر الاحتجاجات الشعبية جلها لم تشكل أي محاولات إقناع بالتهديئة أو التخفيف من سكف المطالب لدى المحتجين فاليوم هتفات المتظاهرين لم تنادي بتحسين الواقع المعيش أو توفير فرص العمل التي هي حقوق مشروع لأبناء هذا البلد بعدما يأسوا بالحصول عليها عبر أكثر من 15 عام إصرار كبير يتجسد بضرورة إجراء تعديلات شاملة على رأسها تعديل الدستور وإلغاء مجلس النواب مع عدم مشاركة أي جهات سياسية خضت التجربة منذ عام 2003 ولغاية هذا الوقت فضلا على الاكتفاء برئيس جمهورية يتولى زمام الأمور التنفيذية مع مجلس وزراء وحل الهيئات المشكلة حديثا دون جدوى كل هذه المؤسسات تستنزف أموالا باهظة وسرقات وصفقات تعقد لأجل المصالح الحزبية والشخصية وما بين هذه المطالب التي شتتت أفكار طبق الحاكمة والأحزاب المتسيدة للمشهد السياسي التي باتت تبحث عن طوق النجاة بأي شكل من الأشكال فالاجتماعات المغلقة والبيانات الصادرة طرحت كل الخيارات من بينها إيقالة عبد المهدي وحكومته المتعثرة لأن هذا الخيار وإن تحقق فإنه على ما يبدو لا يقلل من سقف مطالب المحتجين مختصون أكدوا على ضرورة استجابة مجلس النواب للمطالب الدستورية كون الكرة تقع اليوم بملعب البرلمان عبر التصويت على تعديل الدستور الذي قد يخفف من معاناة المواطنين فضلا على إجراء انتخابات نيابية مبكرة من دون مشاركة الكتل السياسية المتواجدة اليوم في الساحة كونها تتحمل الجزء الأكبر لما تمر به البلاد من أزمات مختلفة من بغداد كرر زيادي دابليو تي في